السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتوا ما كتشاهدوا هذا الفيديو ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بوشرة شانال وما تنسوني شخوتي من اللايك وتعليقكم خصوص الموضوع بلاغون عاجل من وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامية فبزف دي الناس كيتسألوا واش عد الفطر غدي يكون يوم الأربعاء أو ليوم الخميس فخليكم معي خوتي باش عرفوا على التفاصيل أعلنت وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامية عن موعد فاتح شهر شوال وهو يوم عيد الفطر وفيما يلي ينص البلاغ تنهي وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1445 هجرية بعد مغربي يوم الثلاثاء 29 رمضان المعدم 1445 هجرية الموافق لتسعة أبريل 2024 واتصلت بجميع من دوبي الشؤول الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة العلال فأكدوا لها جميعا تبوت رؤيته تبوتا شرعيا وعليه فإن فاتح شهر شوال لعام 1445 هجرية هو يوم عيد الفطر وهو يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد فطر سعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشرة والبركات وعلى ولي العهد صاحب سمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار إنه سميع مجيب فعيد مبارك سعيد الله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وباش مش منيشوا إن شاء الله يا رب فهنا خسي قنوصا لنهاية الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة